السلام عليكم من تابعينا الكرام يهلا ومرحبا فيكم بما أنه باتت العودة القريبة على سوريا وشفنا عمليات الترحيل الجزئية إن كان من تركيا ولا باقي الدول راح يبلشوا بعمليات الترحيل السوريين إلى سوريا فاليوم عندي ثلاث اقتراحات للسعادة المسؤولين بسوريا الاختراحات هنا كيف فيني استثمر هذا السوري العائد إلى حضن الوطن تمام؟ يا شباب أنا في ناس كتابوا لي بالتعليقات أنه أبهاني أنت قلبت محتوى لسياسي لا لا فقط بالفترة الحالية عم نشوف وضع السياسي ووضع الراهن اللي عم صير فحبت أكون معكم بالحداث ونعطي اقتراحات للسادة المسؤولين والسادة المعنيين تمام؟ كيف فيني استثمر هذا المواطن السوري الرجع على بلده؟ تمام؟ تمام وبتمنى أن تشاركوا المقطع على السوشيال ميديا وتغطونا على الزر لعك مشان دائما نوصل أفكارنا واقتراحاتنا للسعادة المعنيين اللهم أرجو قبهاني يا الله اللهم أقويه على طاعتك وسبت قلبه على الإيمان خليل أولاده يا رب وبارك له فيهم يا رحمن يا رحيم واجعله ياهم من الصالحين من العابدين من الطائعين يا الله جعله أولاده من حفظت الكرآن الكريم وبارك لهم وبارك عليهم يا رحمن يا رحيم بالفعل يا شباب شفنا العديد من الدول بدأت تفكر جديا ومنها تركيا طبعا كل فترة والتانية منشوف تركيا عم تبعت لاجئين أو ترحل لاجئين من تركيا إلى سوريا وطبعا كل اللاجئين اللي كانوا بتركيا والخارج تركيا وبالمونيا وباقي الدول العالم طبعا إحنا سوريين انتشرنا يعني مشكل يعني فضيع جدا بكل مكان موجود سوري اليوم أنا كيف فيني أستغل وجود أو عودة السوري إلى وطنه مشان ما يلوه عند السمسرة ومشان ما ينهبوا مصراته الأشخاص ضعاف النفوس اختراحي للدولة قبل 2010 قبل العزمة السورية كل هاتنا بنعرف كان فيه شيء اسمه جمعيات سكانية تمام كتير من الناس فاتوا بهالجمعيات على أساس انه خلص انه هاي جمعية سكانية بعد كم سنة يطلع للشقة يطلع للبيت إلى آخره كان ياخدوا منه مبلغ معين وبعض كان يقصد الدفعات إلى السنوية كذا كذا كان يدفع اليوم بتمنى ترجعوا هاي الفكرة ابتداء من بكرة من يوم من يوم اللي شفت الفيديو تعملوا هاي الفكرة من جديد ترجعوا تعملوا جمعيات سكانية الشخص الموجود بألمانيا الشخص الموجود بفرنسا بتركيا فيك ترسل أموالك للمسؤولين بسوريا وطبعا يكون لجنة مختصة بإعادة الأعمار شوية تاني رح نحكي على إعادة الأعمار بحكم انه بدأ عودة اللاجئين فهي اللجنيات خاصة باستثمار المشاريع السورية طبعا أنا فيني أتواصل معهم مع رئيس الجمعية مع المنظمة مع اللجنة حط مبلغة معين اللي هو مثلا عسب المنساء وليس الحصر ألف دولار مثلا الشقة سكانية مساحتها مثلا تسعين متر أو مئة متر الدفع على أولى تدفع مثلا 15 ألف دولار 10 ألف دولار لا على التعين أنا فقط عبغطيك فكرة تمام وبعد ما يستلم هاي الأموال منك شو بتسوي أنت هاي المساحة السكنية الموجودة المئة متر ترسل له مخطط ترسل له مخطط تنظيم إنه هون تقع بنايتك في هون شارع في هون استراد في هون حديقة في هون مسجد وإلى آخره تبعت له المخطط طبعا هون رح يبعثوا آلاف الناس أنا برجع بكر أعبغطيك مقترح آلاف الناس المغتربين رح يبعثوا أموالهم لها اللجنة المختصة بشرط خلال ستة شهر سبعة شهر سنة كحد أقصى ترتفع البناية يرتفع المشروع هون يبدأ التقصيد السنوي أو ستة شهر أو الجزئي تدفع الجمعية سكانية أو لها اللجنة المختصة بالجمعية السكانية مجرد ما ارتفعت البناية وطرع طابقين ثلاثة اللي هو شغطك بالنقطة الفلانية بالمحضر الفلاني انت فيك ترجع لبلدك معزز مكرم هون انت فت الاقتصاد وسهمت باليد العاملة بسوريا هون ما وقعت بين ايدين السماسرة ليش لأنه حاليا السماسرة شغلون بلا شغلون بما أنه شافوا اللاجئين رجعوا النقطة الثانية غلاء الاسعار بسوريا شيء نار طبعا انا عم بحكي على غلاء العقارات المنزل الاقل من عادي صار سعره دبل انا صار ليشهرة بسأل على بيت بمناطق بالحيدرية بحلب طبعا كانوا من حلب بعرف هذو المناطق سألت بالحيدرية سألت بمساكن هانانو سألت بطريق المطار كل منطقة الى اسعار خاصة فهون من شهر لحد تاريخ تصوير هذا الفيديو شفنا الاسعار ارتفعت بشكل كتير كبير بتمنى هون المسؤولين بسوريا يرجزوا على هذه النقطة المهمة يا شباب ليش ليش ما بنستغل عودة السوري الى بلده بطريقة ايجابية ليش بيت المساحته مثلا 70 متر ولا 50 متر ولا 100 متر سعره كان مثلا 10 ليرة فجأة ارتفع ل 15 ليرة هاي النقطة بتمنى من السادة المسؤولين ينتبهوا عليها ويرجزوا على اصحاب العقارات او المكاتب العقارية لاني هدول من قبل من قبل الازمة من قبل الحرب السورية هدول مثل المنشار عالطالع بيأكل وعالنازلة بيأكل بتمنى من المسؤولين بسوريا اذا بدك تحافظ على عودة السوري الى بلدهم بدك تحافظ عليه من السماسرة ومكاتب العقارية هون هاي النقطة بتمنى كتير تنتبو عليها يا سعداء المسؤولين النقطة التالتية يا شباب اعادة الاعمار هون والله اعادة الاعمار يعني كلمة مو سهلة اذا تدخلت فلنفرض روسيا تركيا بعض الدول الخليج باعادة الاعمار اعادة اعمار سوريا هذا بده تجهد كتير كبير يعني الدولة السورية لحالها ما بتحسن بالفعل هذا بده دول يرجعوا اعمروا سوريا ببساطة اعادة الاعمار انت بتفتح مجال حمل بشكل مو طبيعي انا بالالفين واربطعش كنت موجود بالعراق في ايرانيين كانوا يشتغلوا معنا طبعا انشاءت بالانشاءات طبعا تمام بالالفين واربطعش هذا الحكي كتير من عمال الانشاءات الايرانيين كانوا مجاهزين حالا مباشرة بس يفتح اعادة الاعمار او يبلش اعادة الاعمار بسوريا راح تشوف الاف مؤلف من ايرانيين اللي هي دي العاملة يا شباب والله اطيب من الشعب الايراني ما في انا عاشرتون وبركت معهم اكلت معهم وشربت معهم والله اطيب من هذا الشعب ما في انه سياسات ما سياسات انحنا بدخلنا ولكن انه كمعاملة انت كشخص مقابل شخص ايراني معاملته ولا ارواح ما هيك هون تفتح مجال للعمل للشعب السوري يعني اكتليهم من الشعب بارك ما عنده لا شغل للعمل اللهم الا المعاملة الكبيرة او ورشات الخياطة اللي عما تشتغل انت اذا فتحت مجال العمل بلشت اعادة الاعمار هون انت تكسب اليد العاملة السورية اللي ما في انضف منها وما في احسن منها من كل النواحي والله انت احنا على بلاد وزرنا بلاد وشفنا ولكن بالنهاية انت ترجع اليد العامل السوري والله بيشتغل بضمير بيشتغل بقلب ورب وبحلل مصراته انت بلشت العمار ففرضنا عمر عمرنا معمل بناي اللي هو مشاريع مدن تمام اصار عندك المعمرجي الباطنجي المزرق الحداد النجار اللي مدهن كل هدول ببلشوا يشتغلوا من رفعة البناء ورفعة المدن هاد يعني غير من فايد فالكن اعزروني على الاخطاء اللغوية اعزروني على الكلام قد يكون غير ولكن انا عبعطيك فكرة نبدأ حياتنا بشورية مو من الصفر من فوق الصفر لانه مشار نكسب هاد الشعب اللي رجع طبعا كل الناس معهم شوية مصاري اكيد يعني اللي اقتربوا عشر 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 سنين عشر سنين رح يرجع معه اقل شي معه حق بيت الناس متل حكي عيتي ولا غيرهم يعني اتمنى تشتغروا حيات المواضيع مواضيع كتير مهم وكسبوا عودة السوري الى بلده والله رح تستفاد الدولة رح تستفاد الشعب رح تستفاد الغريب رح يستفاد لانه رح يصير حركة رهيبة وحركة جميلة جدا بسوريا وحان الوقت للعودة والله هي طلعنا من سوريا كان هيك ما احلى وانا كيوت صغير وشوفوا حاليا امتلأ الشعر شيبا وادقنه ابيض هذا فيديو اليوم يعني غير مخترق لعل وعسى انال اعجاب الناس السلام عليكم ورحمة الله